اخبركم يا شباب معكم محمد جمال من قناة العميد وحلقة جديدة في محاكي المقاول. انا كنت مرة او كل مرة بقول محاكي الوقعية. هي طلعت يا جماعة في الحلقة محاكي المقاول بس هو اللي عجبني في الموضوع ان انت فعلا بتعيش الوقعية يعني. الحلقة اللي فاتت حصل شوية حاجات رهيبة جدا. يعني مسلا روح نكسنا بيوت وبنينا وعملنا معرفش ايه. وفي اخر الحلقة خالص ابن عم اتصل بايا قال اللي انا عنده ليك مفاجأة بس روح للقرفان بتاعك. فلما روحت للقرفان بتاعي لقيت الندل اللي ما عندوش دم اخد القرفان وماشي. فانا بقى بالغزة فيه روحت للمعرفش شركة حاجة كده كبيرة او كده وعملنا عقد شركة والحمد لله اسسنا الشركة بتاعتنا زي ما انتم شايفين ادي الشركة ومعرفش فين الجراش بتاعها. لو مفوض انا شاري حاجة تانية بس بصراحة ما عرفش يمكن هو ده الجراش بتاعها او حاجة زي كده بس لسه برضو عايز بتبني. ففي حالة النهاردة بقى ان شاء الله معانا كده شوية مهمات عايزين نعملها لو تيجي تبصوا كده على الشمال فوق. فبيقول لك ان انت لازم تشتير هدوم جديدة بعد كده تستلم العقد الاول لك. فانا صراحة شايف ان احنا اولا نستلم العقد الخاص بينا. وفي القالب ده جماعة يبقى عقد بنا. وبعد كده يبقى نروح نجيب بقى الملابس الجديدة. بس كده يا سيدي وده اللي يحصل النهاردة. لو انت جديد فا اتمنىك تشارك معي. ولو ما حطيتش لك اتمنىك تحط لايك. واكتب حاجة في التعليقات تنفعك قدام يعني لما تقابل ربنا وكده زي مسلا صلى على الحبيب جلبك طيب. اذكر الله كده يعني فقه يا جماعة اعزيني اللي بالحلقة دي او التعليقات اللي موجودة في الحلقة دي كلها ان هي تبقى عبارة عن ذكر ربنا وكده يعني علشان في ناس اكيد بتيجي من قدام بعد سنة ولا حاجة. يجي عارفين حاجة ان احنا بعد ما يبقى معنا فلوس كويسة نقدر بقى نشير اي حتة قبض زي مسلا البيت التعبان ده ونقدر نبني عليه والكلام ده كله ولكن لازم تكونوا عارفين حاجة ان انا اول بيت هبني صراحة انا بحب ابص النفس الاول. اروح بقاني لبيت خاص بي الاول لان بصراحة في عايز ازبط لكده الاودة الجيمينج اللي هي قط الاحلام بنا يسهل ودعو لي يا شباب ان شاء الله ربنا كده يكرمنا وقدر زبطوا الاودة لان المصاريف غالي او يا نار ابيض بان اروح تسألت بس عشان ابني الاودة لقيت المبلغ وقدره يعني بس ان شاء الله ربنا يعين. المهم الرسالة دي كل شو اطلع للرسالة الرخمة دي. الراجل ده جماعة لسه جاي جديد في المدينة فهو عايز او هو بيت اغلب كتير من انا اشتري قطعة ارض وابنى عليها البيت. فقال لي انا هبعت لك كل الحاجات اللي انا عايز احطها على الارض بتاعتي. يعني معنا صحة جماعة على قد سعره او على قد ايده. زي ما انتم شايفين تيجي تبص هنا بقول لك اقل حاجة للمساحة الاجمالية سبعين متر او اقصى حاجة تسعين متر. وانهم برضو خمستاشر متر. واتناشر وتسعة يعني بصراحة جماعة البيت بتاعه كده هيوب صغير. ان شاء الله اتمنى بعد ما اخلص البيت دي يبقى معايا فلوس كفاية ان انا اقدر اشتري الشاحنة الاكبر شوية. انت عارفين اصلا بيني وبينكو انا اشتري شاحنة كبيرة. انا عايز اشتري اللي هي اللي شابه دي بالزبط بس المسندوق الكبيرة شوية عندي يعني. الشاحنة الصندوق دي حسسها كده خانقة. ولكن هنشوف فاردو. اول حاجة مفروض نشتري البتاع دي زمانتم شايفين بالفين وخمسمائة جنيه. او يا باش اشتري دي الخلطة يا جماعة دي اللي هتبقى معنا في كل حتة. بس اللي تلاحظوا حاجة هنا في فيشة. فشكل الخلطة دي محتاجة شوية حاجات يعني فربنا يستري ان شاء الله. مفروض بقى ندخل هنا معرفش بقى ايه اللي بدخل. هو في ايه هنا يسطى بعد ازنك يعني. ايوة فهمت. بقول لي يا جماعة ده الكونتينر اللي مفروض هنشتغل فيه يعني. فالمفروض برضو نشتري لنا واحد بخمس الاف جنيه. لا يا جماعة ده شغلة المقاولة دي طلعت مش سهلة. طيب تاني حاجة هنا بقول لي لازم تشتري مولد صغير وتجيب كابل اللي هو بمعنى اصح مشترك وتجيب لك ضوء كده وسطوانة بنزيم علشان نقدر نعمل يعني مسلا المولد ده ما سأقول عن تشغيل الخلاطة اكيد والحاجات دي كلها. يا باشي احلى حاجة ان انت تقرأ معلومات اللعبة عشان تكون فاهم انت عايز تعمل ايه بالزبط. زي ما انتم شايفين هنا بقول لي فيه هنا حاجات عليها تخفضات. ان شاء الله بيبقى معنا فلوس كل ما يجي تخفضات هنروح نشتير ونحطهم في البخزن بتاعتنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة يا باشا هاتلي اتنين اضاءة من دي. مش كتير على فكرة مية وخمسين. تاني حاجة هاتلي يا باشا اتنين تانكي من دول برضو عادي ما فيش اي مشاكل. واخيرا تقريبا عايز مولد لو كتبنا كلمة مولد اكيد هيطلع لي ان شاء الله. اه مولد هاتلي يا باشا مولد من ده. وعايز اخيرا الكابل. اللي هو المشترك بمعنى صح. لو كتبنا الكابل اكيد هيطلع لي. ايو هو ده. وعايز السلاسي. امال ده ايه ده? كابل التمديد? يعني ده سلاسي وده احادي ده شكله. ماشي يا باشا هاتلي واحد من ده. لان ده تقريبا يا جماعة هيبقى اطول بكتير من السلاسي. ولكن اللي يهمنا في الموضوع ان احنا اشترينا الكلام ده كله. والله يا جماعة يعني المبالغ برضو فهم مش غالية بالنسبة المؤول وكده يعني. والله حلوة شغالية المؤولة دي. يا اخو والله سبحان الله. العاب المحاكاة دي يعني بتعلمك كل حاجة. يعني انت لو فكرت اطلع مؤول في يوم الايام. العب اللعبة دي. والله هتنفعك جدا 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 جدا. دلوقتي بقى السؤال هل المولد ده بياخد بنزيم ولا بياخد ديزل? انا توقع صراحة ان هو بياخد بنزيم لان البنزيم يعتبر اهدى واستهلاك وبسيط. والمولد اصلا مش محتاج الديزل في حاجة لان الديزل محتاج كده حاجات معقدة اعقد من البنزيم في كتير. فبالتالي احنا محتاجين تقريبا بنزيم. هنحط هنا ونشوف بسم الله الرحمن. اوه مقدرش يسطى حط هنا كده على طول? ده ايه ده? مقدرش يركب هنا كده على طول? لازم انزل على الارض يعني? يعني هرقب. ممكن اشتري واحد من هنا وخلاص جاهز ازا هو شايفين? يا لهوي يا ريتني اشتريته جاهز وخلاص وراحت دماغي. المهم هنحط هنا وهنجيب مسلا اول. طب ثانية واحدة بس واحنا هنعرف دلوقتي صحيح المولد بياخد ايه? امسك كده يا باشا? ممكن تحط لي هنا كده يا باشا? اه عب عليك بياخد الاخضر ده. ممتاز جدا. ثانية بس يا عمل حاج. ثانية دي كلها رسالة حرامة عليك طلعها في الشاشة. يا اخي الله يسامحك يا جدا. تعال انت التاني عمل حاجة. ما اخذي يا حاجة ما تعودش زهائي فينا بقى. حط يا باشا. اه يا عمل حاجة. وعارف انا بفكر صراحة اخد كمان واحد اخليه للعربية نفسها. احنا عمليه فيها جليتش صحيح ما بتستهلكش او حاجة زي كده. انت كده خلص. طب ماشي يا باشا. حبيبي وسط تسلم يا عمدة. حط هنا يا مدير. وقادل بتاع التاني اكيد خلص اه. ماشي يا حاجة. التاني لسه بيملة معقولة. ايه يا معلم في ايه? لا ده خلص ده. انا انا سمع صوته بتاعه دنيا. كده ممتاز جدا. دلوقتي بقى نروح للموقع بتاع المهمة وابدى اوصل الدنيا. ممكن نركب يا رجالة بعد ازنكو. طب ممتاز جدا. يا مساء الحالي يا رب. اقول لك ده بديتنا هتوبة بالليل. طب نروح ننامل اول بعد نصح الصبح كده عشان نشتغل على نظافة بالنهار. يا جماعة اتوقع ان شاء الله بعد ما انتور شركتنا هيبدا طريق ان نقدر ندخل منه للشركة بتاعتنا لاني زي ما انتم شايفين. اه اتوقع. دلوقتي بقى صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم والله يا عم الحجم مدياني الا البتاع دي. نفسي افهم شمعنا يبا في لك كده في البوينت دي. والله حاجة غريبة جدا. عموما بسم الله توكننا عليك يا رب. يا رب سهلة معنا يا رب بسم الله. لو شوف يا جماعة عامل لي لفة قد دي. يا باشي انا معي عربية افرود هنا اساسا يا ليلة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم اقدر اقول لك ان هو ده موقع البونة بتاعنا تقريبا. ايوة دي الغرفة بقى يا جماعة او القوضة اللي هنبدأ نأسس فيها البيت بتاعنا احنا عايزين اولاد دي بأسس بسرعة لي كده ايه يسطا في ايه بالراحة يسطا يا نهارقا بيرد سريع قوي. هنا بيبدأ ايجيب حاجات البونة وبتاع ماشي ما فيش اي مشاكل وهنا بيبدأ ماشي يا باشي حبيبي يسطا. يا نهاربت دي يا جماعة احنا هنأسس مبنى من الصفر يا ليلة الليل. طب عموما برضو خلايا نحاول برضو نسرع العملية شوية مبدئيا ده او المولد ده هيتحط هنا كده في المكان ده كده. وهنبدأ انه اوه وانا يا جماعة ما اخدتش المشترك? لا اخدته يا جاد عايب عليك. هنا بقى هنحط هنا كده لامبة بالشكل ده يعني عساسي يعني ان هي تبقى فيها منت ازاي منوارة يعني المكان يعني. وكزلك الامر برضو هنحط لامبة برضو هنا عند الخلاطة كده برضو عشان تبقى منوار لنا برضو على الخلاطة طبعا. ما عارف شو سينا هحتاجهم في دلوقتي. ونبدأ نجيب المشترك السلاسي. هيتحط هنا كده بالشكل الجامد ده. المشترك ده يا جماعة فكرته بسيطة وجميلة جدا. مفروض بيبقى فيه هنا مشترك رئيسي او فيشة رئيسية. بس هي فين? اه هنا. هناخد الفيشة من نبدأ نوصلها هنا. والمشترك ده بطلع لها تلت فيش. هنوصل واحدة للخلاطة والتانية للكشفات. ايوة بس يا باشا الجمادان عامل ازاي? افصل بقى المولد وقت ما نحتاجه هنشغل عشان نبدأ نحط الحاجات هنا في الخلاطة. طيب تاني حاجة بقول لي لازم تروح دلوقتي للبتاع دي عشان نبدأ نزبط المخطط بتاعنا زي ما انتو شايفين هنا جايب لي التعلمات وبتاع خلاص يعمل حاج عارفنا بقى. فبسم الله رحمة 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 بسم الله توقعنا عليك يا رب يا مساء الحال يا رب. بزي ما انتو شايفين يا جماعة هي دي مساحة المنزل اللي بقول لي عليها زي ما انتو شايفين هو عازل مساحة الاجمالية تسعين متى ومعرفش ايه عدد الارضيات ده برضو مش فاهم عني بصراحة شايف هنا في خيارات هنا تعتبر بسيطة مش كتير. فانا بصراحة من وجهة نظري ان انا ازبط البيت على اساس ان هو يبقى مسلا مؤسم اسمين. الشمال مسلا كله يبقى المدخل بتاع البيت اللي هو بمعنى صح اللي هي الغرفة المعيشة او والعليمين مسلا يبقى خاص بقط النوم والكلام ده كله وفي النص نحاول لمدة طرقة. وطبعا لازم نراعي انه هيبقى فيه جدار داخلي. جدار الداخلي ده يا جماعة اللي هو مسلا زي الحدود بتاعت القوضة من جوة اللي هتحط عليها الباب او الشباك او اين كان. فخلين اول حاجة نبدأ بسم الله على بركة الله خليني ابدأ من الحد ده كده وابدأ انزل لحد ما نزبطها بالزبط على تسعين. هنا واحد وتمانين متر فهو قالك ما بين السبعين وبتاع فانا بصراحة شايف ان احنا لو عملنا كده انا صراحة شايف كده ان هو مية مية ان شاء الله كده مية مية. الاجمالي واحد وتمانين متر ان شاء الله هنحاول بقدر يمكن ان احنا ما نكلفش عليه. تاني حاجة بقى محتاجين ان احنا نزبط الباب في النص. فهنجيب له مسلا باب اللي هو العريض اللي زي ده عشان برضو الباب ده يبقى كده ايه باب فهم انت باشا ما لي مركزه كده. ويأكد اتوقع جماعة من النظر ان شاء الله ان هو هيبقى في نص البيت بالزالة معيني بصراحة حاس ان هو جاي على اليمين سنة. يعني مفروض ان يحركوا كمان سنة كده. ما عارفش بصراحة هل هو يعني مسلا لو عملنا كده. والله ما عارف صراحة يا شباب يعني انتم برضو عارفوني في التعليق. وتاني حاجة برضو محتاجين نعمله هنا طبعا زي ما انتم شايفين لو ضغطت على غرفة المعيشة قادر ازبطه هكذا بس انا بصراحة محتاج ان انا اعمل مدخل. المدخل ده هيبقى جاي من اول الباب ماشي للبيت كله بالشكل ده. ده كده مدخل رسمي فهم نظمي. بعد كده هنجيب حاجة اسمها الجدار الداخلي بس انا بصراحة مش هحتاجي الجدار الداخلي ده الا في غرف النوم والمطبخ والكلام ده كله. فخلينا اول حاجة نزبط غرفة المعيشة زي ما هو عايزها هو عايزة حوالي خمسة وعشرين متر. طبعا غرفة المعيشة انا مش هعمل لها باب او حاجة زي كده فهنسيبها مفتوحة على بعضها زي ما هي فهو عايزة خمسة وعشرين متر يا ليل تلل خمسة وعشرين متر بالزبط يا باشا بالكمام والتمام وهنسد الحتة دي دلوقتي كده بالزبط اللي ايه عمميده لان ده الجدار الداخلي او الحتة الداخلية اللي مفروض هنعمل فيها الحمام تسعة متر يعني تقريبا يا جماعة الحمام هيبقى على قد القوضة دي بالزبط لحد هنا كده مسلا اللهم صلى عن نبي وهنعمل له برضو جدار داخلي لان الحمام اكيد محتاج له باب فبالتالي هنعمل له جدار داخلي عشان الباب ده هو اللي من خلاله اه فهم انت في حوار كده جامد هنيجي بقى للجزء التاني وده هيبقى خاص بغرفة النوم بالاضافة كمان خاص بالمطبخ زي ما انتو شايفين هو عايز خمستاشر متر غرفة النوم فخلينا نخلي غرفة النوم اول حاجة برضو قصاد غرفة المعيشة مع العلم ان احنا جماعة لازم نأثر هنا سنة ونزود تحت سنة ليه عشان غرفة النوم هيبقى لها حيطة وبالتالي هيبقى لها حدود فلازم نشد كده يا باشا غرفة النوم وكده يا باشا كده احنا يعتبر برضو خلصنا غرفة النوم واخيرا دلوقتي ناقصنا المطبخ المطبخ عايز اتناشر متر بالزبط وهو ده المطلوب اسباته لان المطبخ برضو لما نيجي نعمله هنسيب له برضو الحد اللي برا ده وهنبدأ برضو من هنا كده 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 يا باشا زي ما انتم شايفين بسم الله اللهم صلى على النبي تلاتاشر متر يا ستا ناقصت بس متر واحد تبقى نجيبه من فين ده طب استنوا احنا لو عملنا مسلا كده كده مسلا المطبخ ايه يا ستا تمام ولا ايه الدنيا خمستاشر متر خمستاشر متر يا باشا المطبخ الله لأ لسه تلاتاشر يا جماعة بس هنا يا جماعة المطبخ قال لي اتناشر متر كمان مش تلاتاشر يا راجل ده انا كنت انفكره خمستاشر متر يبدأ دخلت معي بقى في بعض طب تمام ماشي رجع تاني هنحاول نزبطه بس ان هو يبقى كده وخلاص يا عمل حج كده انت مية مية وزي الفل وهنزبط لك عمل حج حياته داخلية كده برضو خاصة بالمطبخ اي خدمة رواقت عليك بالنسبة لغرفة المعيشة انا سراع هسيبها كده بس اتمنى ان انا بعد ما كده ما يجيش يقول لي ما عرفش يا ستا انت لازم يعني فهم انت الموضوع ازاي المهم برضو هنحط لكل حاجة من دول باب داخلي قد الباب الداخلي هنجيب مسلا غرفة النوم هنسيب لها مسلا الباب يبقى في الاخر هنا برضو عشان مسلا الضيف لما تيجي تروح دخل على طول على غرفة المعيشة يبقى بعيدة وكزلك برضو المطبخ هيبقى له برضو باب هنا بس ليه ملون احمر كده اه لازم يعني ياخد مساح ماشي عم ما فيش اي مشاكل وكزلك الحمام برضو هنحط له برضو باب في النص بالشكل ده وكده قدر اقول لك ان احنا شبه انتهينا من البتاع ولكن في حاجة مهمة نسيناها وهي الشبابيك فخلينا نحط مسلا شباك كده عريض هنا في في الغرفة دي كده ايو برضو عشان الناس لما تيجي تشبه ايو ايه يا ستا ايو هنا مطبخ هنحط له هو الحمام شبابيك صغيرة فسيه بعد اذنك يعمل حاجة ايو هات للشبابيك الصغيرة دي نحط هنا واحد مسلا وفي الحمام برضو واحد بالشكل ده ولو لك الحاجة ممكن برضو نكبر شباك المطبخ لان كده كده اصلا يعتبر المعيار بتاعهم معيار اوروبي مش عندنا هنا في العربي وكده فممكن مسلا نحط لهم شباك واحد زي ده كده مسلا بس تقريبا جميع الشبابيك دي مش هدينفع ستدهو خلاص يعمل حاج سيب لهم يعمل حاجة الشباك زي ما هم هلأ ده مش عايز يا غالي في ايه لازم اه نسيت اعمل يا سلام عليك انت جيت في جمل يعني يا ستا يعني لازم يعني اعمل كده عموما يعمل حاجة خليني يعمل حاجة احط لك كده هنا نفزة يعمل حاجة ولا تزعل نفسك بس كده يا سيدي زي ما انتم شايفين كده نكون زبطنا المطبخ خلان نعمل بقى تحقق بقول لك مفيش آآ مكان ممكن تدخل منه للبيت زي مسلا نقطة الحمرة دي ما ما عرفش بصراحة عمل لها ايه دي يمكن هو عايز كمان باب ورا ممكن للا ممكن برضو نحط له هنا باب كده بالشكل ده ونعمل تحقق تاني كده هو ايه يا جماعة حكية النقطة الحمر دي انا بصراح ما عرفش بصراحة بس هو ممكن انا شايف بصراحة النقطة هنا من ورا هنا فلزلك برضو هنعمل ازالة للشباك ده ونحاول ان احنا نرفعه فوق سنة نخليه مسا وليكن هنا اعمل تحقق يا بشا طب ممتاز جدا زي ما انتم شايفين كده امورنا تمام ومية مية بس انا عندي سؤال هو ده باب بالشباك ده باب ولا شباك ده ثانية واحدة بس قبل ما اعمل اي حاجة هو ده باب ولا شباك اكسيوز مي ما معرفش بس انا فاكرة انا كنت عامله شباك عموما تأكيد كده نكون زبطنا البيت بشكل كامل تيجي بقى تطلع برا كده يا بشا زي هو هو البتاع صغير ليه كده يا جماعة هو مش مش مفروض يملى حتة الارض بشكل كامل مهم زي ما انتم شايفين بقول لي لازم نفحر المنطقة دي بالشوفل يا ليلتي اللي لو انا لسه هفحر كمان ده يا جماعة محتاج اه والله مفروض له هنا يحطو لك اه اسم اي ده جرار او بلدوزر او اي حاجة تحفر بسرعة بس يعني انا شايف صراحة خط صغير كحاجة اساسيا انت تبدأ تبني على طوب ماشي ما فيش اي مشاكل بس الحفر ممتع خلي بالك برضو مش اللي هو الواو يعني 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 هو تقريبا بحفر يا جماعة تلاتة بلوكي من وش مال فانا بتعمد ان اجي في النص عشان ايه قضي يعني شوف يا باش امخ شغال ما بنامش طب ممتز جدا تاني حاجة هنا بقول لي حط قوالب مؤقتة للجدران يعني يا جماعة مفروض في حاجات لازم نروح نشتريها اه انت تقعد بقى اتحيارنا معاك بقى يا ستا ولا ايه اوف بص يا جماعة يلا حموم بقى خلا نرجع تاني بقى لمحل البتاع خلا بقى نبدأ نجيب الادوات المطلوبة هنا معين بصراحة هو مش كتب لي ده انا متعود يسطى عليك يسطى ان انت تعملي وبتاع وتزبط للدنيا ينفع كده امعلم لا اله الا الله تقريبا هي ده قوالب يا جماعة بس بصراح معرفش اجيب منها كم واحدة فانا هجيب بالزبط مية حبيبي يسطى متشكرين جدا لحضرتك يا فاندم واتوقع جماعة ان شاء الله القوالب دي هي اللي هتقدر تزبط الدنيا والله ما فوضي يكتب لي اخي الحاجات دي برضه عشان بس ما عودش رايح جاء لسه بتعلم يا حبيبي يقول لك لا والله يا اصلا انت لازم تتعلم واحدة واحدة على قدك ممكن نكسر الصور ده يا لهوة ده طلح حيط اصلا بصراح بحب التخريم بسم الله الرحمن الرحيم هات كده بشن نحط يا رب اه اتحطت والله انك كفو يا زلمة ما تقوليش واحد بس هيقملة الدنيا دي كلها هزعل والله والله يا شكلنا كده جماعة لبسنا في القلبين التانيين بس عادي يعني كده كده هنحتاجهم في تأسيس بيوت تانية وهكذا يعني وزي ما انتم شايفين كده نكون زبطنا وحتى اصلا مخلصة اساسا يا نهار ابيض زي ما انتم شايفين برضو هنا بقولي حط التعزيزات التعزيزات ده تقريبا الحديد فخلنا نرجع اقول لك الحاجة ما روح انا تمشى اجيب الحديد واجي وهكذا يعني لحد ما نخلص الدنيا كلها سمع عليكم ازاك الرئيس نظر انا حسس ان هي دي معرفش ليه بصوا يا جماعة هنا لما دغطت هنا بصوا جايبلي يا جماعة الحاجات اللي انا محتاجة اهي طب حلو الكلام يعني مسلا دلوقتي هو محتاج حزمة كسوة لو انا كتبت كسوة خارجية حلو الكلام بس هو انا برضو مش اه المهم يا سيدي هو عايز من دول اربعة خلاني بص اعمل حاجة نشير كل مرة واحدة تمام هو محتاج من دول اربعة زي ما انتم شايفين ومحتاج برضو حزمة قوالب طب سواني بس سياسطة واحدة بس ايه على على مهلك كده حلو الكلام وبعد كده هو عايز حزمة الكسوة الخارجية. طلعت يا جماعة حزمة التقوية هي الحزمة اللي هي بتاعت اسمها ايه دي? حزمة التعزيز هي حزمة التقوية يا جماعة. فزي ما انتم شايفين انا اشتريت اول حاجات الاساسية في المهم ما زي ما انتم شايفين بسم الله اللهم ما صلى على نبي هتكلفني ستة الاف جنيه بس انا اوه قدر كمان اشتري بالكارد طب خلاص يعمل حاج ازا كان فيه كارد بقى وبتاع ما عندناش اي مانع دلوقتي بقى يا جماعة خلينا بقى ناخد بس البتاعات دول ونرجع نجيب العربية بتاعتنا. والله حلو يا جماعة حتت ان هو عمل لك حاجات المهمة كده تكون زارة في وشك دي حاجة جمدة جدا جدا. المفت بقى هننمسك كده بقى 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 يا مدير. يا له تخيال بقى ده يخلص بقى بدري. يا انهاربت بس جد يا جماعة هنحتاج برضو حاجات تانية نعملها. مهم زي ما انتم شايفين انا كده خلصت يا بقى حاجات دي الله تؤكنا عليك يا رب يا مساء الحال يا رب. والله ينصر دينك عربية ده انت عربية جامدة والله العزيز. بس شوف يا جماعة بصوا الوزن مقصر عليها ازاي? واحلى حاجة الجريتش البنزين ده. مريح الدنيا على الاخير. ثانية حاجة هنا بقى بقول لي سب الاسمنت. وعلشان نسب الاسمنت ده ايه ده اصلا الاول? محتاجين ان احنا نحط اسمنت مع رملة تقريبا هنا في الخلطة. اه? اه والله يا جماعة السدو. هات كده باشا? كن بتوصيل الكهرباء. طب ثانية بس ممكن نحط كمان واحدة ولا هي اه اه ده بحط او عادي. بس لازم نوصل الكهرباء الاول. شغل يا مدير باعيزنا كده المولد. حلو اوي. المفوض بقى ايه يا شغالة يعني كده ولا مش فيها? طيبا لازم ادوس على الزرار اللي هنا صح? اه والله يا شغالة بتخلطة ايه? طب بقول لي كنت مش عايزة رملة انا اعرف يا جماعة ان هي عايزة رملة يعني ما. طب يعني الرملة دي ايه طيب? انزمها? ما عرفش. ما لناش دعوة يعمل حاجة. طب دلوقتي المفوضة هي هتصب هنا لوحدها مسلا ولا ايه? ما انا ما عرفش. بقول لي الاسمانت جاهز. يعني انا اعمل ايه دلوقتي? مسلا ممكن اصده نجيب البتاع دي ونبدأ نصب فيها ولا مش فاهم انا برضه. طريبا يا جماعة لازم نلف البكرة دي ممتاز جدا. ما تقوليش ان هو بملة هنا بقى. والله معاقل. اه ده متكبلي هنا في بتاعها اساسا. طب ممتاز جدا. طب اقول لك ايه بقى يا باشا? بمن انت بقى يعني فهمنا دنيتك. كب كده يا مدير هتلب عايزة كده باشا. هنشغلك طيب ثانية واحدة. ما تعيشت بقى الزهاق فينا. قدل ما ترشغل. وصل يا مدير. الخلطة ممتلقة. طب ممتاز جدا. ممكن بقى بعيزنك تشغل التاني بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اه انا كده فهمت الدنيا. افتكرت جماعة هي صب هنا اوتوماتيك. المهم بقى المفروض نحو. ايه ده? لازم اقف شوية لحد ما يبلى? يا نهار. ابي ده يا جماعة اضح. طب والله ممتع يا جماعة ورهيبة. يا اما انا جايب بزيادة. ما عارفش ليه. بس يا اخي البيت باين عن مخطط ان هو كبير جدا. انت اصلا التصميم بتاع تحسه كده صغير او تحسه صندوق او بوكس كده على قده. يلا حلو عشان يبقى له برضو جنينة برا يقعد فيها. انا كنت اصلا مفكر حطة الارض بتوبشامل الجنينة بكله. مهم زي ما انتو شايفين كده تقريبا انه كن زبطنا ايوة كده انتهينا صح? ممتاز جدا. بس في انا برضو شوية فراغات كده برضو محتاجة تتميلي زي دي. ايوة ممتاز جدا. حلو قوي. زي الفل. دلوقتي بقى المفروض يا جماعة هنحفر الارض اللي في النص دي. فباسم الله الرحمن الرحيم. يا الحرابة يا جماعة الحفر ده ابن لازينة ده. يا ليلة الليل يا مليل. دلوقتي بقى يا جماعة بقول لي حط الرملة. اه يعني الرملة هتتحط هنا اساسا يا راجل. اوه ده لازم اعملها كمان يا جماعة كميات. يا نار ابي دي. احنا بعد ما يشلنا الطينة دي كل لازم نحط كده تاني. اخيرا يا اخي. اخيرا اني اخي حرام عليك. تم ممتاز جدا. دلوقتي بقى مفروض هنجيب بقى يا ليلة الليل. سوالي بس قبلها. ناخد بس بتاعت الزبالة نده بس نلم الحاجات دي كلها كده برضو في الزبالة عندنا. عشان برضو نتزبط الدنيا. يا جماعة ده تخطيط البيت مسهل على فكرة. والبس بصراحة انا هو مستمتع لحد دلوقتي. مفروض بقى نده. لا ده الطوب الاحمر ده مش هينفع دلوقتي ده. خلا بس ننزلهم كده كلهم يا جماعة على الارض. عشان بس نقدر نوصل للحديد بتاعنا الباشا اللي قعد تحت ده. وهي يا باشا انت تتفرج علينا ولا ايه? مش فاهم انا. ده شكله جماعة متغاز من الجار الجديد ولا ايه? رقب يا عام. بقول الكمية غير كافية. كمية تانية غير كافية. طب ايه يا جماعة على حكاية الكمية البسيطة دي. ما هو كده مش هينفع صراحة انا كده حاجزين الشغل يطلع صح ومزبوط. يمكن عشان انا باعمل فردي. بس كله يا جماعة تمانيات برضو. يعني مش فاهم برضو ده ايه الهبل ده. اكيد في طريقة يا جماعة الكمية دي نحطها مع بعض مش كده. بس بالوضع ده مش نافع صراحة. بصوا. شوف كمية الحديدة دي اللي بقي. اه بص يا جماعة نقدر نجمعوا كلهم في صندوق واحد. ايوة كده يا عامل. يعني انا اصلا مش محتاج ان انا اشيل بوكس كل شوية وحط. ده انا ممكن اصلا روح افضل. ايه ده? البوكس فضل. اه اه ده لسه في واحدة هنا كمان. تاني حاجة هنا بقول لي صب الاسمنت بقى يا معلم. ماشي يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله انت لازم وانت بتصب. لازم لما تخلص تفسر وبعينة تحط التاني. يعني اصلا ما ينفعش ابن لها كده ورا بعضه. فاهم انت الموضوع ازاي? لأ كده مش هينفع. لازم بقى تمزكة واحدة واحدة تملاها. حلوة اوي وكده زي الفل. ينهر ابيض. خلينا بس نشيل الزبالة. لازم اهم حاجة نشيل الزبالة اول باول. بعد كده زي ما انتم شايفين بقول لي حط العوازل على المنطقة الارضية. قيد العوازل بسم الله رحمة رحيم. نفس افن بقى. اه العوازل دي يا جماعة تقريبا اللي هي ما قبل الطابليت او حاجة زي كده. اه. يعني دي يا جماعة بتحزي لك مسلا من الرطوبة الحرارة الكلام ده كله. طيب والله يا حلوة يا جماعة. البونة ده على فكرة بيعلمك برضو حاجات كتير. ايه يا معلم? عارفين للحزة كده بيحس ان كمية العوازل اللي انا بستعملها دي مش مكفية. او. ده نشيل اصلا كزا واحدة تحت طيب استنى استنى استنى. احنا مسلا لو مسكنا دي وعملناها هنا. ايوة. نكمل ايه يا عم? ايوة كده. ايوة ممتاز. ماشي ماشي ماشي. كده كده انا فهمت بقى. ميتين. والله الواحد يا جماعة بكون حاطته على قلبه واحد في العوازل دي. بكون خاف ان هي ما تكفيش. مع ان هي هتكفي. بس انا برضو بحس كده نفس ان انا خاف ان هي مش هتكفي. طب حلو قوي. تاني حاجة هنا بقول لي صب الاسمنت على المنطقة الارضية. يعني انت بتعمل عازل. بعد كده صب اسمنت تاني. عايشين كده. المهم احنا هنا في شوية اسمنت برضو نحاول نصبهم هنا. يا خلونا البنور اصفر درخم. بس كده متشكرين جده لحضرتك. فان بدون الوقت بقى نبدأ بقى نحض الطوب باسم اللي انا رحمه رحمه. يا ولا يا ولا ولا. لازم اعمل كده. طب استنى بس يا جماعة نخطط الاول بعد كده نبدأ نزبط. ايش ته? يا اخ انا برضو لسه مستغرب لحد دلوقتي. يعني المخطط اللي انا عامله اكبر من اللي انا شايفه قدامي بكتير. فاللي هو برضو لسه مستغرب لحد دلوقتي. قرفت معيشة بقى كبيرة بقى وبتاعه دنيا. اجابني بيت قد كده. يالا قربي ده عضيحك يا جدعان. بس كده يا سميلي كده قدر اقولك ان احنا خلصنا البتاعنا. قاسته برضو العتبة اللي هنا. اه دي العتبة هنحط هنا واحدة. دي يا جماعة العتبة اللي بتتحط بقى فوق الباب والشباك فهم انت ازاي? علشان تقدر تكمل فوقها الطوب عادي بشكل كامل. بس كده يا سيدة هو ده المخلوب اثباته. يا باشا ايزة والنهار يا جماعة ما مطلعش ليه. انا مش فهم بطول اول نهار علي. اوالله العظيم. مهم ندى وهنكمل كده التكمل الاخيرة يا السلام. ايوة كده يعمل حقا. خليه كده الشكل يبقى مرضو ابن ناس كده. وروح يا مدير. يا اخي شوف البنى سريع ازاي انا رابط مدينة يا جدعان. اه ده لسه فوق فوق تقني بس ده يا جماعة مش هيبقى طوب بقى اكيد هيبقى حاجة تانية اللي هو كتل السكف الخرصانية. ما احنا بقى عايزين نصب البيت بقى نقفل وفهم انت الموضوع ازاي? اتوقع يا جماعة احنا ما جبناش الكتل دي فهنضطر دلوقتي نروح تاني للمحال نبدأ نشتريها. بس انا برضو اي بحاول كده ان انا اخد لفة هنا في الموضوع ده نشوف يعني مسلا ممكن في اي حاجة زي دي تنفع مسلا ممكن بعد ذلك لا انا مش هينفع يبقى احنا كده هنضطر ان احنا نرجع تاني نجيب الخرصانة دي. حط بس هنا الكلام ده كله هنا دلوقتي. ولا مسلا ممكن يكون اصدر نملة على طول الخرصانة من هنا. لا يا اخي ما انا مش للدرجات دي يعني انت لازم بتحط حديد وحاجات. عموما خلا نرجع بقى هنا ونجيب بقية الحاجات اللي احنا محتاجينها. باسم الله رحمه 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 السلام عليكم هتلاه بركاته زيك يا ريس. والله يا شباب بصراحة انا ملقتش اللي البتاع دي فبصراحة معرفش دي ايه بالزبط. بس غالي قوي. هل تتوقع دي هتوبة بتاعت السقف? انا بصراحة معرفش. هلقا نشوف يمكن توبة هي. اه هي يا سدو يا ابني اللزين يا عمي ميدو. والله يا جماعة معيني شهدها صدفة. لان اصلا هنا خلي بالك برضو المشكلة ان اللغة بتختلف. خلي بالك برضو هنا. يعني انت لو مش عارف الشكل اللي انت بتعمل به. مستحيل ان انت تعف تجيبها بالزبط. طب الحمد لله. لأ وتقريبا يا جماعة لازم تديني تدريجي. اه زي زي طوب كده بالزبط. طب احنا كده يا جماعة تده ان احنا محتاجين اصلا اكتر من اتنين. محتاجين مسلا يمكن تلاتة بالزبط يقفلوا الدنيا كلها. بس عادي خلاص ما فيش ايام شكل. بس يا اخي انا حس البيت صغير يا اصغر من ان انا كنت مخطط له. يعني كف المخطط كده حسيت ان هو كبير جدا. دلوقتي بصوا بقى ده بقى صغير قوي سفروت. مع اولا يا كفو? والله يا شكلو يا جماعة. اوه ده كفو بالزبط. طب دلوقتي بقى جيت المرحلة التانية وهي مرحلة الخشب تقريبا. فالخشب ده جماعة برضو محتاجين نروح نجيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم بقى اشتري كزا حاجة بقى بعض المرات دي. ما لديش دعوة بقى. تقريبا كده يا جماعة اشترينا كل حاجة بس في حاجة غريبة قوي نقصة. وهو الارضين الخشبية مش لقيها. وفي حاجة تانية برضو مش لقيها ده نبصوا عينها اتحاولت من كتر ما نعدى ادور عليها. المهم زي ما انتم شايفين يعني تقريبا كده نكون بقول لك ايه يا ستا وفين الدلو ايه اهم حاجة الدلو ها. يا انها بدي الدلو اطلاق ما جاش معهم. ليه ياعمل حاج ما جيتش معهم ليه? احنا عايزين يعمل حاج واحد فيروزي. وعايزين واحد ازرق واحد مكة. احلى حاجة يا جماعة ان هو بص عمل لك على حرف الام. بس كده. هم دول اللي احنا عايزين هو. رص يا عم الله يكون في عون اللي بابني والله العزمة تلاقيه طلعون عينه ده. يا اخوة الله العزمة ما مسدق البيت الصغالة انا عاد بابني فيه. معقولة يا اخي يعني بعد ده كله البيت هو ده البيت لا اله الا الله. اقفل يعمل حاجة زمانا خلصت البنزين ما الله يسامحك. المهم دلوقتي بقى مفهود ناخد الحيطان دي ونبدأ نحطها هنا جوة. يا لك هتتخوة ده البيت لا اله الا الله. لا تخرج قبل ان تكسب محان الله. والله العزمة يا جماعة مصدق ان دي غرف النوم والمعيشة والبتاع. وانا عادة اقول لك كبيرة بقى وهروا عن نفسينا وبتاع شو طلعت دي البيت صغير اوي. حلو اوي وزي الفل. دلوقتي بقى معلم بقول لي حط العزل بتاع الجدار. والعزل بتاع الجدار ده اهميته ان هو بعزلك الحرارة وكل حاجة. تعال يا باشا. بص 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 بص. عارفين انتو يا جماعة فيه مسدسات كده بيجي رشوها على الحيطة فبالتالي بتستاني شوها بعد كده تنفش. اهي فكرة العزل ده نفس الكلام كده بالزبط. زي ما انتو شايفين بسم الله الله وما صلى على النبي. اي واحلى حاجة على طول ان هو بشير في الزبالة كده لوحده. لا لا الا الله. هات يا باشا العزل تاني. حلو والله يا جماعة حكيت العزل والكلام ده كله. انا شايفها صراحة ان هي جميلة جدا. احسن ما انت مسلا لو حبيت مسلا تبني لك دور تاني او حاجة. ما تبنيه كله بالكده بالخشب والخرسانة البسيطة وخلاص. يعني اصلا مش هيبقى حمل كتير على السطحة او المكان اللي انت هتبني فيه. او اين كان يعني مسلا دور ارض هيبقى خفيف. اكيد برضو هيبقى تكلفته اقل بكتير من الخرسانة. انا بتكلم على بشكل عام يعني. وبالتالي هيبقى احسن واجمل بكتير. انا عندي سؤال بس هو ازعلين ليه اعمل حاجة? ما هنحط لك بشوية عاز لقول لك لا والله يا باش انا زعلان منك. ايوة متشكرين جدا لحضرتك افند باسي كده سيدي كده احنا عزلنا البيت بشكل كامل. تاني حاجة واتوقع ان احنا هنحط بقى الجدارات يا نهار ابيد يا جماعة انا شايفين الجدارة عامل ازاي? انا انت عرف اصلا لما كنت بتفرج على فيديوهات زي دي كنتم بفكر ان هم بحطوا كارتين داخلية الوقت اصلا بكون برضو مستغرب. بازا ما تش شايفين بسم الله الله ومصلى على النبي. ركب يا مدير ولا يهمك يا سطى. يا نهار ابيد يا جماعة جمادان. كزلك برضو من هنا كده اتوقع امورنا تمام ومية مية. نشوف برضو هنا اه لسه في برضو هنا حتة وكده قدر اقول لك. البتاع خلص مني. ان شاء الله هيبقى في واحد تاني ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ايوة في واحد هنا كمان. وركب يا مدير الله يعطيك الف عافية. وقال لك بقى الجدران المكسورة او الجدران المفتوح يعني بمعنى صح. نبدأ نحط بقى الابواب. وهي دي الباب الاخير. بس كده نكون ركبنا كل الابواب والشبابيك الموجودة في البيت كله تقريبا. بس برضو سوالي بس نبدأ نلم بس للزبالة دي الاول كام على الارض واحدة واحدة. عشان بس نتأكد ان احنا امورنا تمام. طبعا يا جماعة انا ركبت الابواب والشبابيك معرفش دي مستعجل يعني على ايه بالزبط يعني. ولكن عادي ما فيش اي مشكل. انا بس ايه? علشان بس نخلص من كل حاجة واحدة واحدة. المهم هنبدأ نحط هزيل بتاعها هنا. وطبعا ما ننساش ان احنا نقفل البيبان. فزي ما انتم شايفين يا جماعة في هنا مزامير. انا صراح ازا جارة بسرعة المفك ده. والله سريع بسم الله وان شاء الله عليه. بس بقى فيه مفك تاني او فيه مهارة تانية جات لي. لو ضغطنا هنا على التابلت ودخلنا على المهارات هتلاحظوا بقى عندي ثلاث انواع من مهارات. فخلاني ندخل على الادوات بما ان احنا بقى كده ونبدأ نحدس ده. خلاني نشوف هيدلنا ايه? واو ده بفكر بمعاولة يبقى اسرع ده? والله سريع السدقو بس يعني ام معرفش بس يعني حاسس الاخضر نفس سرعة الازرق يعني بس عموما انا هدف ان انا اوصل للدريل ودي حاجة اسية جدا لان ارخم حاجة تعتبر هي تربيت الابواب اللي زي دي. بس كده يا سيدي. كده زي الفل. حلو قوي. كده زي ما انتم شايفين? يعتبر كده افلنا البيبان بتاعت الاوضة اللي بتقسمها لبيت دي. عندك برضو هنا بقول لي هتحط الجدار الخارجي المكسور. وهو في الغالب هيوبة ده. بص يا سيدي. حلو يا جماعة التخطيط الطويل ده. اتمنى يكون التخطيط ده كله طويل بقى في كل المراحل زي كده. بحس ان ان انت تمسك البيت كله تخططه كده او تقفلت اياه لها ويشوف عشان حتة بس بسيطة. يعني مسلا بص بص اللي طلعت هنا خلاص لغى كل حاجة. طب ليه كده يعمل حاجة كده? لانت راجل مؤزي يا جدع. البيت ده في حتة طلعت عناية بقى لي سعب ادور عليها يا جماعة. بعد ما خلصت تقفيل البيت من برة. فقعت بص اقول يا رب في حاجة غلط انا مش فاهمها لان طبعا انا كلما خلص انجاز بيجيب لي انجاز تاني او مهمة تانية. المهم شفتوا الحتة اللي هنا سواء بس وراء لكم لان بصراحة عملتا بحتة مختلفة هنا. القطع دي يا جماعة. لك انت تخيل ان انا ما اخدتش بالي من الحتة اللي جوه دي. بقى لي سعب اللي في حالي نفسي ولكن في الاخر الحمد لله ادينا نزبطها. زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي كل الجدار الداخلي ده مفروض هنعمله بالجبسة او بالاسمانت بمعنى صح. فزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. بحتاج برضو ان انا اطور الادوات اللي معادي شوية ايه ده هو فين الجبسة غالي ايه يا باشا اللي جابك بره بايزتك بس خليك انت قعد هنا دلوقتي نبدأ ناخد منه ونبدأ بقى نعمل الحت كله. ودي احلى حاجة صراحة في الجبسة يا جماعة سريع جدا ورهيب قوي. وطبعا كل ما يتطور كل ما يبقى احسن بقى. ده حتى الخشب كمان يا جماعة بعمل عليه. ده انا قلت يمكن هو على طول منه للخشب كده على طول. طلع كمان بعمل الخشب. طيب والله حاجة حلوة جدا دي. بس كده زي ما تشايفين تحس كده البيت بقى من جوه بقى يشم نفسه شوية. عموما خلينا برضو نقفل الدنيا كلها بعد كده نرجع نقفل الارضية وحكاز يعني ايه واحدة واحدة عشان برضو ايه ما فيش حاجة تضيع منه. وعايز اقول لك صراحة التكلفة هتزيد على الراجل جامل يعني ربنا يستر عليه لان بصراحة روح تشتريت كمية حاجات كده زيادة حوالي الف جنيه. فمعرفش بقى يدين يا ربنا يستر بقى. انت عارفين اتضحك في الموضوع ايه? ان انا بقى لي تخيل في بتاعت الحيطة دي بس يمكن عشر دقايق او ربع ساعة حاجة زي كده. والمهم ده الدلو التاني اللي انا خلصته. طبعا دولي احنا بنعمل ايه يا جماعة نمحر البيت بمعنى صح. ولكن فضل بس الحيطة دي. فاتمنى يبقى في دلوي زيادة لان انا بصراحة يعني الموضوع رخم يعني هو مديني شوية طلبات اجيبها. اجد فاجئ ان الطلبات اصلا قليلة. فبضطر ان انا اجري على رجل جاري 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 لحد ما راح اجيب دلوي تاني وهكزا. بس اللي هو انت عارف فقا عندي عقدة بقى لازم اقعد كده بص كده ودقة الاول قبل ما اعمل اي حاجة بعد كده اروح بقى علشان بس ايه اكون كده مالي نفسي. موضوع متعب او الله يا جماعة. المضحك في الموضوع ان الموضوع متعب. وفي نفس الوقت اللي هو انت فاهم يعني انت مش مسدق. بتاعب ده كله على البيت الصغير ده. اللي هو في ايه يا جداعين. انت بتتكلم بجد يسطى? يا نهار ابيض اضحك يا جداعين. يا مساء الحال يا رب. هتلب عزنك بالنسبة جميع انا طورت البتاع دي برضه علشان تقدر تاخد ساعة اكبر وبالتاني قدر نعمل بها اسرع. فاتمنى صراحة ان كل الاسكيلز اقدر اخلصها في وقت قريب جدا عشان يجي لي كده حماس ان انا اقدر ادخل في البيوت التانية كلها. وزي ما انتم شايفين كده متهيق لي البيوت كده كل حاجة خلصتها. ايه ممتاز جدا برضو جماعة نشايد كده ممكن يبقى في حيطة هنا ولا هنا فلتة بانتلازينة كده. لا والله يا جماعة كده كله تمام وزي الفل. حلو قوي. مفروض اول حاجة هنحط البلاط بتاع الارضية بعد كده هندهن الحيطة بالنون الفيروزي. وعندك برضو تركيب الالواح الاساسية. بس كده يا سيدي نكون قفلنا الارضية الاساسية. بسم الله ما شاء الله اللهم صلى عنها بيشوف يا بشك جمال تقريبا ايوة هي دي الواح الجبس مفروض بقى تتحط يا ناسل. والله شكلها جامد. حلو صراحة يا جماعة الالواح اللي بتيجي كده جاهزة عطول تركب منها فيها. او والله العظيم حلوة جدا. كده قدر اقول لك ان احنا تقريبا انت هنا من البيت بص يا جماعة شوف الليك. يا نهر ابيض لازم طبعا اعمل سيف جيم واطلع وادخلو بتاع بس مش طالع برضو اللي بخلص البيت ده النهاردة. المهم ببعززنك بس ممكن تحط هنا. نيجي بقى هنا للجزء الداخلي. زي ما انتو شايفين بقول لي لازم تبلط الارضية خشب. يا ابني ما احنا خلصنا الارض خشب يا ابني يقول لك لا والله يا ستا لازم يا ستا. ماشي يا عم الحكس. انا بس نحط دا هنا دلوقتي. نبدأ بقى نمسك دي. انا معي anlamرة لوحة رايكو نعمل كده. بس كده يا سيدا قدر اقول لك ان احنا кد flower من البيت بشكل كامل. دلوقتي بس نقسنا حاجة واحدة بس وهو شراء الاساس. فخليه بس نحط الحاجات اللي هي فهم انت ازاي اللي احنا استهلكنا منها كتير. بحيث مسلا ولا اقول لك هتلي برضو الحاجات دي برضو ممكن ناخدها معنا برضو. يعني عشان برضو لو احتاجناها كده في الشغل والكلام ده كله. لانه اصلا مش هعمل بها حاجة. يعني مسلا الحاجات الكاملة هنسيبها لنا الحاجات اللي هي النقصة. هنسيبها له بقى هو مسلا زي الطوب. انا اعمل ليه بالطوب? يا باشا اخد يا باشا الطوب بتاعك. ميتين وخمسون طوبة. عندش مانع ان انا اخدهم وهي كزا يعني. المهم ده برضو. حطوله هنا كده برضو. عندك العزل ده. انا صراحة شايف ان هو لسه كامل برضو. فخلينا نسيبه هنا. ولو لك الحاجة. ولبقى يا جماعة نرس الحاجات هنا برضو واحدة واحدة. وان شاء الله بقى وقت تبقى فهم انت الموضوع ازاي? يبقى اخدهم مرة واحدة بقى واحنا ماشيين. بس انا بصراحة حابب ان انا فضي بس المنطلح حواليها بس عشان انا حاس صراحة ان في كمية زحمة هنا حواليها مش طبيعية. كده زي ما انتم شايفين دي الحاجات الاساسية اللي احنا محتاجينها. محتاجين اريكا وخزانة وجدول ومشعاع وزخر. ايه يا ستا ده كله? يا ليلتك بيدا النهاردة انت هتصرف لما تتحول النهاردة. بصوا يا جماعة هو انا اصلا هجيب له الحاجات الاساسية بتاعته وهو يعيش مع نفسه. ليه? ليه? لان البيت صغير ومش مستاهل صراحة. بس انا هجيب له مش هيعي عم بالحاجة عشان احنا عارفين الاجواء هنا تعتبر برضو نوعا ما صعبة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اوما انا قادر ادخل بالعربية دي جوه احسن واراح دماغي. اصلا صغير يعني مش كبير. يعمل حاجة كده زي الفول كاننا جوه دلوقتي. مبدئين كده اول حاجة هنبسك هزي بتاعها وده السرير. والسرير ده في الغالب هيتحط هنا في غرفة النوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك ايه يا ستا. ممكن توجه دماغك كده الى هناك يعني. او ممكن بس ان نجيبك هنا في الجنب برضو لان يعني حلو ان البتاع يكون ورا الباب يعني. بس كده سيدي نكون خلصنا البيت بشكل كامل كل اللي احنا هنعمله ودي بصراحة الكم دواخاني نيجي هنا ونعمل انهاء المهمة بوس يا باشا. في عندك طبعا حاجات نقصة واها هيجيبها بقى مع نفسه. بس احنا كده يعتبر خلصنا. الوقت عايزين نركز في الفيديوس اللي فوق معي الفين تلتمائة وتلاتة. خلان شوف هيبقى معنا كده. يا لهوي. وال ميت الف وال يا جدعان. ده مبلغ جامد. بس السؤال بقى هنا. اللي انا دفعته قد ايه? انا بصراحة لسه امعرفش. المهم كان يكون صورة حالة. مستشبه الله يكون اشترك في القناة. اشوفكم على خير في حالة جديدة. تعبت والله عزيزي من البتاع بي. جلا نشوفكم على خير. سلام.